السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية اليوم سنشارك معكم اللوبيا بيضاء بالبصل والطماطم اذا عجبتكم دلوا لايك واشتركوا في القناة واذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس هكذا بش يوصلكم كل جديد واذا حبيتوا تعرفوا كيفش وجتها معلكم الا تتبعوا الفيديو حتى النهاية والان رح ندخلوا مباشرة في المقادير وطريقة التحضير عندي حوالي 3 علوبيا او 500 غرام يعني شمختها مقبل ب12 ساعة انا كنت شمختها وخبيتها في المجمد هاوليك شكلتها يعني هذه اللوبيا حجم كبير مشيكي من اللوبيا اللي متعودين عليها يعني اجي شية رقيقة وطويلة هنا عندي حوالي 3 حبات الى 4 حبات من البصل هنا نقيتهم وقطعتهم شرائح عندي حوالي 3 حبات من الطماطم كذلك نحيت لهم القشور وقطعتهم مربعات صغيرة وعندي ورقة تارنت وهنا عندي قطع من اللحم يعني هنا لكم الاختيار تقدروا تديروا لحم تقدروا ما تديروش كامل يعني تقدروا تديروا الجاج كما حبيتوا وانا احنا استخدمتوا الضلوع وكتوابل عندي الملح عندي الكمون عندي فلفل عكري ولا البابريكا عندي فلفل اسود عندي حوالي ملعقة كبيرة من الطماطم وعندي شوية مع دنوس هنا هادي كلوبيا رحنديرها فلاكوكوت يعني هنا غطيتها بالماء فقط طلعت لها حوالي 2 الى 3 سنتيمتر ورح نديرها الطيب فلاكوكوت حوالي 20 دقيقة يعني لما نفتح لها نلقاها طابت بالكامل وهنا في طنجرة ولا طنجرة الضغط رح نديروا حوالي 4 ملاعق كبيرة من الزيت ورح نبدأ ونقلوا في هادك الحم اللي عدنا يعني اذا درتوا الجاج ديروا نفس العملية هنا فقط رح تختلف مدة الطهي فقط لانه دجاج يعني رح ياخذ مدة اقل من اللحم هادك الحم رح نجبله شوية لكولغ من الجهاتين ولما ياخذ لون رح نحوه في صحن ونحطه جانبا انا هنا قلت الحم قبل هاكدا باش يتبلي هادك الزيت ورح يمد طعم جميل جدا لهذه اللوبيا نشوف هديك المادة البنية كامل يعني رح تزيدنا في النكهة تحاد الأكلاء دينا هنا في نفس هادك الزيت رح نديرو كمية البصل رح نبدو في تقلية البصل انا هنا رح ندير الغيطة ورح نخليها حوالي واحد دقيقة يعني يدبال هادك البصل مليح مليح ولما نحن الغيطة رح نلقاه بهذا الشكل هنا رح نواصل لعملية التتبيل رح نزيدو هرقة التعرند رح نزيدو كمية الطماطم رح نديرو شوية معدنوس نحركو ونبدو في اضافة التوابل نعندي حوالي ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الكمون نعندي حوالي ملعقة صغيرة من الملح ورح نعدل الملح في النهاية وحوالي نصف ملعقة كبيرة من البابريكا ورح نضيف لهم ملعقة كبيرة من الطماطم المركزة نحن رح نخلطه الكل حوالي دقيقة أو دقيقة ونصف على نار هادئة مع عملية التقلية مهمة جدا يعني هلما تجوز حوالي دقيقة لهذاك البصل والطماطم والتوابل رح نضيف هدك الحمتانة ونحاول نقلبه على جميع الجهات هذه العملية كذلك تستغرق حوالي دقيقة أو دقيقتين هنا رح نديرو الغطاء بدون إضافة ولا قطرة ماء يعني هاد العقداء ولا هاد اللاصوس رح نطيبها بدون ماء رح نغلغ لكوكوت حوالي نصف ساعة على نار هادئة جدا ولما نفتحها لها رح نلقها بهذا الشكل يعني هنشوفوا كمية المارق اللي تكونت لي يعني هنا ما ضفت ولا قطرة تعماء لكن هادك البصل والطماطم هما اللي داروا لي هادك المارق هادك اللحم يعني طاب بالكامل إذا درته الدجاج يعني خلوها حوالي عشرين دقيقة على نار هادئة هنا هاوليك هادك اللحم طاب لي بالكامل كيم ماراكم تشوفوا يعني هادك اللحم تنحلي كامل عن العدم وهو هاوليك القوام بتاع المارق هنا هاديك اللوبيا يعني طابت لي بالكامل فتحت هادك الكوكوت وصفتها نحيت هادك الماء التع سلق الفاصولية على حدة هنا إذا تحبوا هادك اللوبيا تاعكم يجي فيها شوية المارقات تقدروا تضيفوا من هاد الماء أنا رح نستغنى عليه تماما ورح نكتفي بكمية المارق لي جاتني من البصل والطماطم وهنا هاي لك هاد اللوبيا يعني رح ساخنة قليلا يعني شوفوا طابت لي الزبدة دوكا وشندير رح نحكم هادك اللوبيا ونفرغها فق هادك الصلصة هنا يعني تقدروا تنحو قطع اللحم تحطوهم جانبا وتكملوا أعمالية الطهي لكن أنا بما أنه الحم يعني ما رح يصرى لوالو رح نخليه رح يزيد لي فنكا ورح يزيد يواصل أعمالية الطهي هنا رح نحاول نقلب بهذه الطريقة فقط لأنه هادك اللوبيا يعني رحي طايبة هاكدا باش ميروح ليش الشكل ديالها يعني حتى ونحركو بالملعقة رح نحركو خلط خفيف فقط دوكا هنا وشندير رح نعود ندير الغيطاء فقط وتحبو تغلقو على لقوكوت تتاكم كذلك لكن هنا النار لازم تكون هادئة جدا حوالي أربع ساعة إلى عشرين دقيقة يعني هنا الوقت يعود إليكم أنا نحب هادلوبيا يعني تكون طابت لي مليح مليح رح نخليها حوالي عشرين دقيقة أنا هايليك هادك اللوبيا بعد ما افتحت عليها يعني هايليك طابت لي مليح مليح تجمرت هادك اللوبيا شربت لي كامل هادك البصل والطماطم رح نزينها بالقليل من المعدنوس ورح تكون نهاية الطبق أنا دارت لكم وصفة اللوبيا نوع آخر من غير اللحوم ورح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف إذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من اللايك ومشاركة الوصفة والقناة مع الأصدقاء وفي الآخير مبقى لي إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته